استكمالا لما بدأناه في المحاضرة السابقة نتحدث عن التزامات التاجر وفي الحقيقة التزامات التجار كما عددتها لأنظمة السعودية هي أربعة التزامات يمكن أن نزيد عليها التزام خامس أو هو التزام فرعي وهو شهر النظام المالي للزواج فإذا أراد الشخص أن يمارس التجارة فعليه أن يحدد أي الأنظمة المالية سوف يتبعها والأنظمة المالية المعروفة في الحياة التجارية هي سلاسة أنواع من الأنظمة المالية النظام الأول وهو ما يعرف بنظام الضوطة النظام الثاني وهو وحدة الزمة المالية النظام الثالث وهو انفصال الزمة المالية فما معنى الضوطة؟ الضوطة هي كلمة لاتينية معناها العطية ومعنى العطية أي أن الشخص يمتلك أمواله الخاصة التي يمارس فيها التجارة إلى جانب مال الضوطة أي العطية مثال ذلك إذا أعطى أحد الزوجين إلى الزوج الآخر مال وهبه إياه ينتفع بريعه دون أن يكون له حق التصرف في ملكية رقبته بأن يعطي الزوج لزوجته أو تعطي الزوجة لزوجها أرض زراعية تقول له انتفع بريع هذه الأرض بمحصولها فقط لكن ليس لك الحق في بيع الأرض ذاتها في ملكية الرقبة فمثل هذه تعتبر مال الضوطة فإذا كان هذا الشخص الذي أخذ العطية تاجر فيستطيع دائنه أن ينفذ بي بديونه على الأموال الشخصية المملوكة لهذا الشخص التاجر إلى جانب مال الضوطة هل الضوطة هذه مثال في الشريعة الإسلامية؟ نعم هناك مثال صارخ لمال الضوطة في الشريعة الإسلامية وهو مال المهر الذي يعطيه الزوج لزوجته النظام الثاني وهو وحدة الزمة المالية وهذا النظام معمول به في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فكثيرا ما نسمع أنه إذا طلق الشخص زوجته في أوروبا أو في أمريكا أن الزوجة تقتصم مع زوجها نصف ماله حيث أن هذه الأنظمة تعتبر أن الزوج والزوجة شرقاء في تكوين هذه الصروة لذلك حين الانفصال يجب اقتسام هذه الصروة فيما بين الزوج والزوجة التي جمعها معا لذلك إذا كان أحد هؤلاء الزوجين تاجر فيجوز لدائن هذا التاجر أن ينفذ بدينه على أي مال مملوك سواء كان مملوك للزوج أو مملوك للزوجة لأن الزوج والزوجة لهم زمة مالية واحدة أما النظام الثالث من أنظمة الزواج فهو نظام انفصال الزمة المالية وهذا النظام هو المعمول به في جميع الدول العربية والإسلامية وهو المعمول به في المملكة العربية السعودية وهذا النظام يقول بأن للزوج زمة مالية منفصلة عن الزوجة وللزوجة زمة مالية منفصلة عن الزوج لذلك يجب على الزوج الإنفاق على بيته حتى ولو كانت زوجته غنية وللزوجة أموالها المستقلة فإذا ورست من أبيها شيئا أو كانت امرأة عاملة لها دخل في أموالها لها هي خاصة بها فإذا كان أحد الزوجين في هذه الدول تاجرا فلداء هذا التاجر التنفيذ على أمواله الخاصة فقط دون أن يتعداه لمال الزوج الآخر